خلطة محيرة كيف لهؤلاء المتناقضين كلهم انجمعوا في خيمة واحدة يعني تتعرف لي تحالف الحزم تعريف دقيق لكن دون أن تسميه كما التحالفات الأخرى أنا مو بس أتحدث عن تحالف الحزم وإلا ما الذي يجمع أقطاب مثلا تقدم إذا تجي الأخوان المسلمين مع الحلبوسي ما الذي يجمعهم تحالفوا من الأخوان المسلمين مع الحلبوسي كيان الإحسان الإحسان قائمة دخلت في تحالف مع الحلبوسي السيد الحلبوسي طبعا آسف ما الذي يجمع هذا بهذا مزيلا وين الفكر وين الرؤية وين الستراتيجية التحالفات الشيعية السابقة تكم بخطوة خلط أكمل حتى لا تفهم خطوة أكو مصالح آنية اسمها أردستقوي بالآخر وأواجه خصم أكبر نفس الحالة لجمعة العزم ولا أنكر أن الكل وجدوا هؤلاء الذين اجتمعوا على أن الرؤية السنية عموما للواقع العراقي غيبت وتم يعني الاستحواذ بيها وتهميش الآخرين بطريقة مشروعة وغير مشروعة وولدت نوع من القناعة لدى أطراف كثر يجب علينا أن نتفق وأن نواجه هذه الحالة بطريقة أخرى والمرحلة القادمة من المهم جدا أننا نظهر أنفسنا على أننا أبناء هذه المحافظات الذين يستطيعون أن يعبروا عن مشاكلها الحقيقية ترجمة نانسي قنقر